السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فحنصير ندرس الغدد غده غده وكل غده ايش هرموناتها وكيف بتفرز هرموناتها وبالتالي هاي الهرمونات اللي ها وظيفة في الجسم لما تنفرز صح فالفارموكولوجي طب كيف حتكون انه انا باخد الدرق حيكون يا اما انه هو انالوج لهذا الهرمون ويعمل لي نفس الاكشن اللي بعمل ليه الهرمون الطبيعي بالجسم او انه يكون انتاغونست انتاغونست انه يعمل لي بلوك للافك تبع هذا الهرمون هي هاي هي الفارما تبع الاندوكران يا اما اني انا اعمل تحفيز لل sport of hormone وتحفيز لل action of hormone يا اما اني اثبت الهرمون وأثبت شغله تمام فهاي هي الفارما كوليجي بداية بدنا نعرف ايش هو بما انه احنا بنحكي عن الاندوكران سيستم ويلا هو الوسيط الرئيسي لشغلها هو الهرمون فبننا نعترف ايش هي الهرمون الهرمون هي عبارة عن ايش هي عبارة عن substances او signal substances عبارة عن chemical messenger هو اللي بيروف على أنحاء الجسم وبيوصل الرسالة اللي بديو يوصلنا إياها الاندوكراين سيستم تمام فبالتالي الهورمون هو عبارة عن تمام 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 هلأ الهورمون بتفرز عن طريق إيش عن طريق قلانز وإحنا بنعرف إنه عنا كثير قلانز بالجسم أول قلانز رح نحكي عنهم هم الهايبوثلمس والبيتويتري وبتعرفوا أنتو أنو الهايبوثمس هو عبارة عن المتحكم الرئيسي في البيتويتري ونعرف أنو البيتويتري هي الماستر اوف دي قلانز يعني هي المتحكم الرئيسي في الى قلانز ولكن فيه ماستر اوف دي ماستر اللي هو الهايبوثلمس رح نحكي عن الهايبوثلمس وكيف تأثيره على البيتويتري ايقلاند وبرضو رح نحكي عن الثايرويد والادرينال والاندوكراين بارت of thebanokriyas وشنحكي عن الparathyroid ولكن عنوان محاضرتنا اليوم هو الهيبوثلمس أند بتويتري جلانز تمام فهاي الصورة بتوضح لنا الجلانز المختلفة في الجسم وإيش الهرمونات اللي بتفرزها للاطلاع فقط تمام آه صح قبل ما أبل الشرح المحاضرة حاب أحكي لكم أنه أنا وطارئ بالمحاضرات حنكون حاطين بالملفي اللي قدامكم كلام السلايدات إضافة إلى كلام الكتاب المهم فهذا الملف رح يغنيكم عن السلايدات ورح يغنيكم عن الكتاب برضو لأنه كل المعلومات مجبعة وما رح تنقص عليكم ولا معلومة تمام تمام مبلش الآن بنعرف أنه الهورمون هي عندها ماتش برود الرينج أوف ريسبونس تايم ذان دونور نيرف إمبلسز يعني هذا بيقارنني هلأ بين السنتر النيرف السيستم والإندوكراين سيستم أنه النيرف السيستم تعرفوا أنه بنقول لنا الرسائل عن طريق أيش عن طريق النيرف الرسائل العصبية عن طريق النيرف أما الاندوكراين سيستم عن طريق الهورمون هلأ بيحكي لنا أنه الهورمون الرسبونس تبعتها بتكون رينج أوسع من النيرف أوكي هاي أول إشي وأنه الهورمون تحتاج إلى وقت أطول لحد ما تعمل للرسبونس أو الاستجابة اللي هي مطلوبة منها أما النيرف خلال سيكند لدقايق معدودة بيطلع اللي الأكشن فالسنتر النيرف السيستم أو الجهاز العصبي بشكل عام أسرع في أنه يعمل عندنا إيش؟ استجابة في الجسم أما الهورمونس بتحتاج إذا وقت عشان تطلع الاستجابة إلها تمام؟ فبالتالي أنه الهورمونس آه صح الهورمونس requiring from second to days or longer to cause a response that may last for weeks or month أما لا النيرفز لا خلال مثلا ثواني معدودة أو خلال ده مثلا لما أكون أنا ماسكي شي سخن هل أنا بستنى أسبوع عشان يشيل إيدي عن الشغل السخن لا بسرعة بشيل إيدي خلال ثواني معدودة فهاي هي النيرف بتكون أسرع من إيش؟ من الهورمونس الهورمونس عشان يصير تغيرات في الجسم مثلا في فترة البلوغ عشان يصير فيه تغيرات في الجسم بيحتاج لفترة طويلة عشان الإنسان يبلش يلاحظ هاي التغيرة تمام؟ وإحنا بنعرف أنه an important function of the hypothalamus is to connect the nervous system and the endocrine system عن طريق البتويتري جلاند هلأ إحنا بنعرف أنه الجهاز العصبي والهرمونات مش منفصلين عن بعض بالشغل لا هم الاثنين مرتبطين ببعض عن طريق مين؟ عن طريق البتويتري جلاند تمام؟ فبالتالي الhypothalamus بيعمل عندنا ربط بين النيرفز سيستم والإندوكران سيستم عن طريق البتويتري جلاند تمام؟ وهلأ رح نعرف كيف هلأ لازم تعرفوا أن النيرفز سيستم مش منفصل عن الهرمونات لا مع بعض مش تولو أوكي هلأ قبل ما ندخل بالفارما كوليجي لازم نكون فاهمين فيسيولوجي واناتومي انتو بتعرفوا أنه الhypothalamus بيكون higher center بيكون فوق البتويتري جلاند تمام؟ هذا الhypothalamus تحت الhypothalamus بيطلع عنا stalk هيك يعني بيطلع عنا شغلة توصل الhypothalamus بي ايش بتويتري جلاند وبنعرف أنه البتويتري جلاند هي عبارة عن anterior loop وبستيرير loop هلأ كل loop إلى هرموناتو وكل loop إلى طريقة إفراز هرموناتو خلينا أول شي نحكي عن الانتيرير بتويتري اللي حيكون عنوان محاضرتنا اليوم بعدين ححكي لكم بريف لي عن البستيرير بتويتري وفيه كمان اللي هو البارت التاني حنحكي عن البستيرير بتويتري بالتلخيص بالتفصيل قصدي فهلأ من يجي نحكي عن الانتيرير بتويتري الانتيرير بتويتري بشكل عام هي بتصني سبع هرمونات رح نحكي عنهم بالتفصيل تمام هدول السبع هرمونات إفرازهم أو عدم إفرازهم باعتمد على الhypothalamus فالhypothalamus هي اللي حتطلع لي إلي أما إنها إطلع لي ريليزنغ هورمونات shotgun هورمونات إنهيبوتري بهورمونات وين يروحوا يروحوا على الانتيرير بتويتري يحكوا لها ي 만큼 عن أنك تطلع ل Love ئيم أنا encontrar هورمونات generation تمام فالhypothalamus هو المتحكم الرئيسي في إفراز أو عدم إفراز الهورمونات من الانتيرير بتويتري طيب إيش الهورمونات اللي بتطلع لي من الانتيرير بتويتري بتطلع لي growth hormones بتطلع لي ACTH بتطلع لي LH والFSH اللي هم عبارة عن ايش هم عبارة عن gonadotrophs بتم افرازهم عن طريق انه ايش بتطلع لي من الhypothalamus مثلا gonadotrophs releasing hormone بما انه releasing hormone رح يعمل لي positive stimulation عن طريق portal او blood vessels اللي بتروح وين بتروح على الانتيري بتويتري بس توصل هاي الgonadotrophs releasing hormone على الانتيري بتويتري عن طريق blood vessels رح تحكي للأيش الانتيري بتويتري طلعي لي LH والFSH تمام هذا على سبيل المثال طيب مثال تاني عنا الgrowth hormone releasing hormone هذا releasing hormone معناته رح يروح عن طريق portal circulation اللي هي بتكون between the hypothalamus and the twitter gland خصوصا في الانتيري بتويتري بتروح على الانتيري بتويتري هاي الblood حاملة معاها الgrowth hormone releasing hormone فالgrowth hormone releasing hormone رح يحكي لبيتويتري جلاند يلا معاك الحق انك تطلعي لي الgrowth hormone تمام تمام فهاي هي انه بالهايبوثالمس في عنا hormones يا اما انها تكون releasing hormones يا اما انها تكون inhibitor hormones بروحوا عن طريق ايش portal circulation اوكي او الهايبوفيزيا portal circulation اللي بتكون من الهايبوثالمس للبيتويتري تمام وعن طريق الدم بنتقلوا بروحوا عن الانتيري بتويتري من الانتيري بتويتري بيحكو لهم يا اما انهم يحفزوا يا اما انهم يوقفوا releasing of hormones وحكينا المثالين اللي احنا هلا رح نحكي عنهم تمام طيب هلا الهورمونز اللي تطلع من الانتيري بتويتري ما بتروح directly على ال target tissue لا هي بتروح على بلانتز تانيين وبيحكو لهم حفزوا او طلعوا هورموناتكم تمام فمثلا ال growth hormone بروح على ال liver بخليها تطلع ال IGF1 اللي رح نحكي عنه بروحوا على other glands بروحوا على bones وإلى آخره تمام تمام وبرضه عندنا البرولكتين هذا لا بطلع دوري على ال target tissue مثلا بروح على breast على سبيل المثال وبيحفظ milk secretion وإلى آخره تمام هذا بالنسبة لل anterior بتويتري أما بالنسبة لل posterior بتويتري لا بتختلف شوي عن anterior بتويتري البosterior بتويتري الهورمونات تبعتها ما بتصنع في البosterior بتويتري لا الهورمونات بتم صناعتها أول إشي في الhypothalamus وعن طريق النفس تمام بروحوا وين بروحوا على البosterior بتويتري بتخزنوا في البosterior بتويتري فالبosterior بتويتري هي مكان تخزين للهرمونات وليس مكان صناعة هرمونات صناعة الهرمونات أو Synthesis of Hormones بتم عن طريق الهايبوثالمس الهايبوثالمس عن طريق Nerve Endings بتوصلها لعند البستيرير بتويتري بس يوصلوا عند البستيرير بتويتري بيتخزنوا بعدين لما يصير في عنا Physiological Stimuli بالجسم بيروحوا عند البستيرير بتويتري بيحكوا هيا اللي بستيرير بتويتري طلعوا الهرمونات اللي فيك مين هم اتنين الأكسي توسين والADH أو Vasopressin هاد رح نحكي عنهم بالمحاضرة الجاي اليوم احنا تركيزنا على ايش على الانتيرير بتويتري تمام هادول من وين بيجوا حكينا حكينا بيجوا من الهايبوثالمس يبقى من وين بيجوا هادول من الهايبوثالمس تمام تمام هلا بيحكي لنا انه هلا الادوة اللي رح نحكي عنها طبعا بالنسبة للانتيرير بتويتري ناخدهم انترامسكولر او الهرمونات بشكل عام اللي رح نحكي عنها ناخدها انترامسكولر سبكوتينوس او انترانيزلي ليه لانتو انتو بتعرفوا الهرمونات هي عبارة عن بيبتايد وإلى آخره فالبيبتايد بشكل عام طبيعتهم اذا تعرضوا لأسد او تعرضوا للبروتيوليتك انزيمز اللي موجودة جو المعدة مثلا على سبيل المثال رح يتكسروا فاحنا منتجنب انو ناخدهم اوريلي فبالتالي بيكوز او فير بيبتايد النيتشر بيكون هم بيكونوا سسبتوا للديستركشن عن طريق البروتيوليتك انزيمز اللي بتكون موجودة في الديجس فبالتالي ما مناخدهم اوريلي لأ مناخدهم انتراموسكولر سبكتينوس انترانيزلي هاي معلومة جدا مهمة ما فيه هورمونز ناخدهم اوريلي الا فيه بعض الادوية رح نحكي عنها بتكون اوريلي اور انترانيزلي تمام? تمام هلا رح نحكي كيف وكيف بالضبط بس اهم ايشي هلا اعرفوك معلومة عامة انو الهورمونز اللي الي إلها بيبتايد النيتشر ما مناخدها اوريلي لأنها بتكون عرضة للبروتورتيوليتك انزيمز هلا هون بيحكي لكم الحكي اللي انا حكتلكم اياه انه الhypothalamus بتطلع عنا releasing factor هاي releasing factor بتعمل عنا activation of the genes فبتعمل عنا promote the synthesis of the protein precursors وهاي اللي protein precursors بصري لها post-translational modification فبتعمل عنا ايش بتعمل عنا الهورمون وهلا بيحكي لنا هون انه most of the hormonal agents have limited therapeutic application but can use as diagnostic tools يا جماعة فيه شغلة مهمة بالنسبة للهورمونات وادوية الهورمونات انه مش اي حدا بده مثلا ينمو بياخد هورمون نمو مش كيف ولا انه فيه هورمونز لها side effects وadders effect جدا خطيرة وبتلعب بالوضع الطبيعي اللي ما يكون المفروض الجسم يكون فيه فالهورمونات most of them هي diagnostic عشان افرق بين الامراض لانه فيه امراض بتكون لها دخل بالهورمونات تمام ولكن مش انه علاجية مش اي واحد بتشوفه مثلا عنده نقص بهورمون معين خلص بقى بعطيه الهورمون احيانا بيكون مش بحاجة الهورمون لانه مش مؤثر على حياته فهلا رح نفهم هاي الفكرة لما نيجي نحكي خصوصا عن ال growth hormone تمام كونه اكثر هورمون الناس بيحكو لك والله انا مبطولش بدي اخذ يغرث هورمون فهلا رح نعرف هل هو طبيعي انه ياخده بكيفه ولا لا حنجغب على هات السؤال بها لا بس انتو اعرفوا انه most of hormonal agent هي للdiagnosis rather than the therapeutic application وهاي الدكتور سفيان ممكن نجيبها تمام هلا زي ما حكت لكم الhypothalamus بتطلع عنا releasing او الinhibitory على سبيل المثال هون رح نحكي عن releasing hormones فمثلا growth hormone releasing hormone رح يروح على البتويتري جلاند يحكي لها طلعي لي growth hormone growth hormone بده يروح على ال liver رح نحكي بالتفصيل كيف الميكانية زي موباكشن تبعته بيروح على ال liver وبيطلع عنا IGF اللي هو insulin like growth factor وهذا الinsulin like growth factor هو اللي رح يطلع لي l-effect تبعلي growth hormone تمام وفي عنا CRH CRH اللي هو عبارة عن ايش هو عبارة عن corticotropin releasing hormone رح يروح على الانتيرير بتويتري من الhypothalamus اول اشي يحفز ايش انه يطلع عنا الادرينو corticotropic hormone يلي رح يروح على الادرينال كورتكس ويطلع لي الكورتيزول تمام وبرضه في عنا thyroid releasing hormone رح يروح على الانتيرير بتويتري ويحكي لها طلعي لي thyroid stimulating hormone اللي رح روح على thyroid ويعمل لي simulation لتطلع الثيروكسين تمام وبرضه عنا القونداتروبن releasing hormone جدا مهم ركزوا انه في عنا اشي اسمه قونداتروبنج releasing hormone في عنا اشي اسمه قونداتروبنج releasing hormone ولكن بهاي الصورة عنا القونداتروبنج releasing hormone رح يروحوا على الانتيرير لوب افتا بتويتري جلاند ويطلعو لنا مين؟ ويطلعو لنا الف اس اتش والال اتش الف اس اتش هذا للفيميلز خصوصا الال اتش ممكن يكون ميلز وفيميلز تمام بالنسبة للميلز بيطلع عنا التستستيرون بالنسبة للفيميلز بيطلع عنا البروجستيرون والاستروجين هدول مهمين في مرحلة الفيرتليتي وإلى آخرة تمام في بعض الأدوية رح نستخدمهم كعلاج لإيش؟ لعلاج الانفيرتليتي برضو عنا البرولكتين زي ما بتعرفوا البرولكتين بيروح على البرس وبحفز عنا انه يطلع الملك في معلومة برضو اتوقع رح تنذكر لتحت بس انتكم تعرفوا انه البرولكتين عدم افريازو بيعتمد على وجود الدوبامين اذا الدوبامين سيطر وهو اللي فريازو بيعمل لنا انهيبشن مثلا للبرولكتين تمام؟ هلا رح نحكي عنها هاي المعلومة لتحت بس انتوا يعرفوا انه الدوبامين والبرولكتين ما مستحيل يتفقوا اذا الدوبامين زاد رح يصير في عنا انهيبشن للبرولكتين اذا الدوبامين قل رح يصير في عنا زيادة في البرولكتين ليش؟ لانه الدوبامين هو انهيبتوري افكت على البرولكتين تمام؟ وبرضو بالنسبة للgrowth hormone في عانا اشي اسمه somastatin او somatostatin هذا somatostatin هيكون inhibitorylamine للgrowth hormone هلأ رح نحكي عنهم بالتفصيل فهونا هاي الشغلات اللي هي مكتوبة The growth factor او growth hormone releasing hormone growth hormone inhibiting hormone عانا ال hundredthrobing releasing hormone وعانا ال thyrotrobin releasing hormone هدول بطلعوا من الhypothalamus اوكي بيروحوا على الانتيرير بتويتري يا اما بيحفزوا اذا كانوا ريليزنج يا اما بيعملوا انهيبشن اذا كانوا محطوط حرف الاي يعني انهيبتوري على افراز الهورمونات تبعت مين تبعت الانتيرير بتويتري طبعا كل هاي الهورمونات بتشتغل عن طريق جيب روتين كابلد ريسبتر وطبعا هذا موضوع جدا مهم بالكابيو كاميستري اكيد درستو معادة two hormones the growth hormones and the prolactin هدول بيشتغلوا عن طريق الجاكستيت ريسبتر جدا مهمة ممكن تيجي السؤال لدكتور سوفيان انه كل الهورمونات يلي حكيناها هاي تبعت الانتيرير بتويتري تشتغل عن طريق جيب روتين كابلد ريسبتر except two the growth hormones والبرولاكتين عن طريق الجاكستيت ريسبتر هاي اول معلومة واول exception لهم تاني شغل حكينا عنهم انه growth hormone is inhibited عن طريق السومستاتن والبرولاكتين is inhibited عن طريق الدوبامين برضو هاي معلومة اكتبوها عندكم تمام هلا منيجي نحكي عن واحد واحد اول واحد رح نبلش فيه الكورتيكوتروبين ريليزن هورمون هذا بيطلع من وين؟ من الهايبوثالمس تمام؟ بيروح على الانتيرير بتويتري جلاند وبحكي لها حفزيلي انه يطلع عنا الاي سي تي اتش طيب الاي سي تي اتش اصلا كيف بيتم صناعته عن طريق انه بيطلع عنا الكورتيكوتروبين ريليزن هورمون بيساعد فيه ايش في synthesis of the POMC تمام؟ اللي هو البرو اوبيو ميلانو كورتيكوتروبين تمام؟ هذا ال POMC بيعمل عنا ايش؟ بيصير عليه زي ما حكينا بpost translation changes لما يصير عليه بpost translation changes بيعطيني ال ACTH ال ACTH اللي هو الاسترس هورمون هذا بيطلع فيه حالات الاسترس تمام؟ يبقى كيف بيطلع عن ال ACTH؟ عن طريق CRH بيعمل synthesis لل POMC ال POMC بيصيلة translational او post translational changes فبيتحول الى ال ACTH هورمون هلا تعرفوا انتوا ان الهورمونات برضو الها ساعة بيولوجية يعني جسمي انا عن طريق الساعة البيولوجية يا اما هم بيزيد افرازهم في اوقات معينة او بيقل افرازهم في اوقات معينة بالنسبة للادرينو كورتيكوتروبك هورمون هذا بيكون highest concentration in the early morning تمام؟ and lowest in the late evening تمام؟ عشان هيك بلاحظ نفس الاشي ان الكورتيزول اكثر اشي بيكون من خلال ال early morning مرتفع واقل اشي خلال اللل تمام؟ فهاي معلومة جدا مهمة انه ال ACTH high concentration بال early morning and lowest concentration بال late evening حسب ال biological clock تبعي الجسمي تمام؟ تمام ال CRH تمام؟ هاي معلومة مش كتير بتهم الدكتور بس انتو اعرفوها اوكي مش بتفاصيلها انتو اعرفوها كمعلومة بتهم الدكتور بس كتفاصيل لا تهم الدكتور ايش هي المعلومة؟ انه الكورتيكو ريليزنج هورمون هادا يوز دايغنوستيكلي كيف يعني؟ هحكي لكم مثال بس هيك افهمو اوكي؟ واعرفوها المعلومة انه ال CRH بستخدمو عشان اعمل ايش كدايغنوستيكتول عشان افرق بين مين بين ال Cushing syndrome وال ACTH producing cell تمام؟ تمام فكيف يعني بيكون في عندي مثلا مريض اخذت منه blood sample اوكي؟ ال blood sample اكتشفت انه فيها ارتفاع في ال ACTH تمام؟ طب انا بدي اعرف ارتفاع ال ACTH هاد من وين بالزبط؟ هل هو بسبب اكتبك ACTH producing cell؟ او هو بسبب ايش الكوشنج سندروم يلي هو انه البتويتري جلاند عم بتطلع عندي ايش ال ACTH تمام؟ هلأ سوري الكوشنج سندروم مش هي البتويتري جلاند اللي بتكون سبب انها يطلع عندنا ال ACTH لا بيكون في عندنا اثر سيلز مثلا سمول لنج كانسر هو اللي بيطلع عندي ال ACTH تمام؟ فهوانا انا بستخدم CRH فعليا عشان افرق بين الكوشنج سندروم والكوشنج ديزيز كوشنج ديزيز بيكون في عندي شغلة بالبتويتري جلاند خلت البتويتري جلاند تظل تطلع عندنا ACTH اما الكوشنج سندروم مصدر ال ACTH مش بس البتويتري جلاند فيه خلايا تانية من الجسم عم بتطلع ACTH بالوضع الطبيعي اصلا هي مفروض ما تطلعها فانا لما يكون في عندي بلد سامبل فيها انكريز ACTH بدي اعرف انا من وين هذا ال ACTH طالع بروح بعطي LH CRH اللي هو الكوشنج ديزيزي هورمون فلو كانت المشكلة بالبتويتري جلاند تمام؟ لما اعطي CRH ال ACTH شو رح يصير فيه؟ رح يزيد تمام؟ اما لو اعطيت CRH اوكي وال ACTH ما زاد معناته مش البتويتري جلاند اللي استجابت ومش البتويتري جلاند اللي طلعت ال ACTH معناته ال ACTH هذا كان مصدره خلية ثانية غير البتويتري جلاند تمام؟ هلأ اذا ما فهمتوا هاي التفاصيل رح تفهموها بالباثو اكتر لما نيجي نحكي عنها بالكوشنج ديزيز والكوشنج سندروم بس انتو هلأ كفارما اعرفوا انه CRH هي use diagnostically to differentiate between the cushing syndrome والاكتوبك ACTH producing cells تعرفوا شو يعني اكتوبك ACTH producing cells يعني خلية مش مفروض انها طلع ACTH طلعت لACTH فمثلا زي ما هون مكتوب cushing disease when there is a tumor on the between gland which secrete high level of ACTH فبيصر في عنا high level of cortisol هذا هو الكوشنج ديزيز اما الكوشنج سندروم بيكون عنا اكتوبك ACTH producing cells مثلا زي small cell lung cancer هلأ بالنسبة للCRH test اللي انا حكيت عنه هذا CRH test to pinpoint source of increased ACTH زي ما حكيت لما تيجي عندي عينة دم تمام؟ فيها ارتفاع في الACTH وانا بدي اعرف سبب الارتفاع باجي بعطي CRH اذا اعطيت CRH للبيشنج تمام؟ وصار في عندي زيادة في الACTH معناته هذا كوشنج ديزيز تمام؟ اما اذا اعطيت CRH للبيشنج والACTH level do not change معناته كوشنج سندروم يعني مش البتويتري gland المشكلة في خلايا تانية بتطلي عندنا الACTH تمام؟ فمهم تعرفوا بالنسبة للفارما هاي المعلومة وهاي المعلومة اللي فوق اللي هي حكيت عنها اللي هو الدياغنوستيكلي تمام؟ هلا CRH administration increase ACTH من 2-4 folds within 30-60 minutes فالبلازما كورتيزول بيزيد تمام؟ الindication هلا طبعا هاي الدكتور حكى انه مش طالبها ابدا يعني ما رح يسألت تفاصيلها اوكي بس انتو قرؤوها و رح تفهموها بالباثو اكثر هلا مهم تعرفوا الACTH كيف بيشتغل هلا لما يطلع الACTH تمام؟ بيروح على الادرينال كورتيكس إلو ريسبت له هناك يبقى الريسبتور تبعت الACTH وم بتكون موجودة في الادرينال كورتيكس بس يروح على الادرينال كورتيكس بيروح بيحفز عندنا الديسموليز الديسموليز رح يعمل عندنا بريكليفج للكوليسترول بيحول ليه الى ايش؟ البريكليلونز البريكليلونز هدور رح يتحولوا الى كورتيزول بالنهاية كيف بيشتغل الACTH عن طريق انه بيروح بربط بريسبتور وين موجودين الريسبتور؟ في الادرينال كورتيكس فبيحول الكوليسترول الى البريكليلونز والبريكليلونز بتحولوا الى الكورتيزول والكورتيزول هو اللي بتطلع ليه الادريناليجلاند وبيعطيني الانتي انفلماتري اكشن بيزيد عنا الكورتيزول لغلوكو نيوجينيسز وبيزيد عنا البروتين بريكدا تمام؟ مهم هاي الرسمة تعرفوا لي ايش منها؟ انه الACTH لما يتم افرازه عن طريق الانتيرب بتويتري بيروح على الادريناليجلاند خصوصا في الادرينال كورتيكس بيكون عنده ريسبتور هذا الريسبتور بيعمل عنا ايش؟ كليفج للكوليسترول وبيحوله للبريكليلونز بعدين بعض التفاعلات بتصير لحد ما يتحول الى الكورتيزول اللي بنفرز من الادريناليجلاند والكورتيزول ايش بيعمل انتي انفلماتري اكشن بيزيد عنا لغلوكو نيوجينيسز وبيزيد عنا البروتين بريكدا فهي الميكانيزم اف اكشن زي ما حكيت لكم طبعا زي ما حكينا ايش نوع ريسبتور للACTH اللي هو جي بروتين كابلد ريسبتور بيكون موجود على الادرينال كورتيكس بيخلي الكوليسترول يتحول الى البريكليلونز فبيصر في عنا سينثيزز اندرينيز ادينو كورتيكسيرويد والادرينال اندروجين تمام والACTH هذا برضه معلومة مهمة بيستخدمه as a diagnostic tool for the adrenal insufficiency source تمام؟ يعني الادرينال انسفشونسي يعني انه بتكون الادرينالي جلاند مش شغالة ما بتستجيب مثلا الACTH على سبيل المثال فما بتطلع كورتيزول اوكي؟ اوكي therapeutic corticotropin preparation are extract from the interior of the domestic animals or synthetic human ACTH فبالتالي هلا الادوية اللي بتحفز الACTH بتكون مثلا الانالوج من وين بيجيبوها؟ يا اما بيجيبوها من الانتيرو بتويتري of the domestic animals يا اما synthetic بيكونوا تمام؟ تمام فعلى سبيل المثال عنا اشي اسمه الكوزنتروبين الكوزنتروبين هذا preferred for the diagnosis of the adrenal insufficiency تمام؟ هذا الدواء مهم يبقى اذا بدي استخدم دواء يكون diagnostic tool مثلا عشان اعرف adrenal insufficiency source بستخدم مين؟ بستخدم الكوزنتروبين الكوزنتروبين هو preferred for the diagnosis of the adrenal insufficiency مهم بس شوفوا هذا الدواء دوغري ايش diagnosis لمين للادرينال insufficiency تمام؟ بالنسبة بالنسبة ال ACTH اللي منستخدمه كده الكوزنتروبين هدول عندهم لمدة من المشكلة منستخدمهم في ال MS منستخدمه المشكلة المشكلة تمام؟ فهو كنا بنحكي عن الكوزنتروبين releasing hormones تمام؟ هذا هو الدواء يلي هو الكوزنتروبين تمام؟ حكينا هذا عشان اعمل diagnosis للادرينال insufficiency side effect short term often بيكونوا التوليرات الآن short term هدول ال الى الالاج ليس للالاج long term شو رح يصير في عندي hypertension hypokademia risk of infection and edema تمام؟ تمام فقبل شوية عش كنا بنحكي عن CRH وما يطلالي ACTH والACTH كيف بيشتغل وكيف بنستخدم ACTH لإيش للدى الالدى الالدينال Insufficiency فبيروفوا بيطلعوا مثلا من الحيوانات أو Synthetic فمثلا على سبيل المثال عندنا الكوزيتروبين هذا هذا الكوزيتروبين نستخدمه للdiagnosis طب كيف باستخدمه؟ باستخدمه short term للdiagnosis تمام؟ فعلى short term هو بيكون ولتوليريتد إذا استخدمته long term كعلاج مثلا لما استخدمهم هلأ هم هون لم تتربية كفاليوز هدون نستخدمهم كsecond line treatment لمين؟ للأم أس والريموتود أثرياتيس والسيسيكلوبس إثريموتوتس والأليرجيك ري أكشن تمام؟ فإذا استخدمتهم long term بندخل في الأدفرس إفكت اللي هي زي الهايبرتنشن هايبوكليميا أند إنفكشن وإدماء تمام؟ حكينا عن HCRH هسا ننجي نحكي عن الgrowth hormone الgrowth hormone هذا اللي بيكون بالانتيرير بتويتري جلاند بتم تحفيزه عن طريق الgrowth hormone ريليزنج هورمون أو بسموه الصوماتو تروبين فالسماتو تروبين هو نفسه الgrowth hormone releasing hormone يبقى هو وين الhighest level تبعته خلال الليل وأنا نايمة With increasing age شو بيصير إلو؟ بيقل الgrowth hormone يبقى الgrowth hormone مع التقدم في العمر في قل تمام؟ A combined by decrease in the lean muscle masses بالتالي عشان هيك تظهر علينا علامات الشيخوخة وإلى آخرة فهلا المعلومة المستفادة growth hormone من الانتيري بتويتري بيحفز اللياز صوماتو تروبين أو growth hormone releasing hormone تمام؟ هلا هذا الgrowth hormone بيزيد بأوقات الليل وأنا نايمة وبيقل مع تقدم بالعمر فعشان هيك تظهر علينا علامات الشيخوخة ففي نظرية بتحكي إنه growth hormone بيعتبر anti-aging بيستخدموه في بعض مستحضرات التجميل وإلى آخرة هلا رح نحكي عن هاي المعلومة تمام؟ هلا أسيبكم من هاي المكتوبة هون بس أنا هون حبيت أحضلكم هاي الصورة عشان تعرفوا إنه من الhypothalamus بيطلع عندنا growth hormone releasing hormone هذا إذا أنا بدأ أطلع له growth hormone تمام؟ بس أطلع لgrowth hormone بيطلع عندي من الbitويتري gland مين growth hormone بالوضع الطبيعي يسيبكم من الX الX هاي طبع المسار تبع الأحمر طبع السوموس ستن أنا هلا عم بيحكي عن مين؟ عن somatotrobin يبقى هون somatotrobin اللي هو growth hormone releasing hormone بيعمل عندنا positive feedback على الbitويتري gland بيطلع عندنا growth hormone growth hormone بروح على liver تمام؟ بس يروح على liver بيطلع عندنا النمو هلا في عندنا برضو انهيبشن زي ما حكينا عند الأطفال بيصير عندنا جيجانيزم على سبيل المثال بيصير عندنا تضخم في الأطفال فأنا هون لازم أعطي somatostatin عشان أوقف growth hormone هاد برضو عندنا عند الأطفال بيصير عندنا أكروميجالي بصير عند الكبار بيصير عندنا أكروميجالي الأدلس بصير عندهم أكروميجالي برضو بيعطي somatostatin هلا رح نحكي بالتفصيل بس هاي الرسمة هيك لطيفة عشان أحكي عنها تمام؟ أما بالنسبة إذا كان في عندي واحد مثلا هو مفروض إنه يكون كبير بس growth hormone عنده نسبته قليلة فبيبين كأنه صغير أو عنده تقزم أو إنه حجمه بالنسبة لعمره مش طبيعي فبصير أعطيه إيش somatotropin اللي بيحفز عندنا growth hormone أو في عنا إشي اسمه الميكا سيرمين بس هذا الميكا سيرمين عادة بيشتغل على IGF1 هلا هاي الرسمة كلها رح أحكي عنها تحت بالتفصيل بس أنا حبيت أعطيتكم فكرة إنه من الhypothalamus يا إما بيطلع عنا growth hormone releasing hormone يلي هو somatotropin أو بيطلع عنا somatostatin يلي هو growth hormone inhibiting hormone يلي رح يعمل عنا inhibition للgrowth hormone وهلا رح نحكي بالضبط متى بنستخدم growth hormones analogs أو إشي بيحفز growth hormone أو متى بيستخدم إشي بيثبت growth hormone هلا بحكي لنا هون although many physiological effects of growth hormone are exerted directly at a target other are meditated through the somatotidense insulin-like growth factor يعني في بعض physiological effects of growth hormone بيكون directly الgrowth hormone بيروح وبيشتغل directly أو إنه بيروح على الليبر بيطلع عندي insulin-like growth factor أوكي وهذا insulin-like growth factor بيروح إيش بيعمل بيطلع عنا l-effects تبعت growth hormones تمام طبعا الinsulin growth factor عنا 1-2 بس كلهم بشكل عام pathway تبعتهم واحدة growth hormone pathway تبعته هي jack state pathway حكينا كل الهورمون g protein coupled receptor معدد 2 prolactin growth hormone عن طريق jack state pathway هلأ هون هاي الرسمة مش من السلايدات ولا من الكتاب هاي أنا جبتها عشان نوضح بالضبط كيف بيصير عنا l-effects تبع growth hormone أول إشي بيصير في عنا release of the growth hormone عن طريق إيش سنو شوفوا هون growth hormone releasing hormone بيطلع من الhypothalamus بيروح على الانتيري بيطلع بيحكي للي growth hormone وتفضل إطلع تمام هاي تلخيص الصفحة الأولى طيب هذا growth hormone release أول إشي عنده effects أول إشي glucose sparing effect فهو بيعمل عنا stimulate للأديبوس cells to break down stored fat following growth effects تمام يبقى بيروح عنده glucose sparing effect فبيروح على الأديبوس tissue بيعمل عنا break down لل stored fat تمام وبرضو بيزيد عنا uptake of amino acids from the blood وإنهاء cellular proliferation and يش reduce apoptosis فهيك كمام بيحفز عنا النمو أو ممكن يروح على liver تمام أوكي ويطلع عنا IGF-1 ونفس الإشي IGF-1 بيعمل عنا further stimulating للgrowth effect اللي هما حكينا عنهم قبل شوي تمام هذا بالنسبة لإيش هذا الجزء هذا بالنسبة لل activation تبعا growth hormone ولازم تعرفوا برضو إنه growth hormone عنده عن طريق IGF-1 release فبالتالي عشان هيك بعض الناس إذا بياخدوا هذا growth hormone analogs أو الشغلات اللي بتحفز عندنا growth hormone ويطلع عندنا IGF-1 بيكونوا عرضة إنهم يصير عندهم سكري diabetes أوكي فهذا growth hormone عنده diabetogenic effect عن طريق مين عن طريق IGF-1 release أما إذا بحال صار عندنا inhibition بيجي عندنا growth hormone inhibiting hormone بيعمل عندنا block the release of the growth hormone فهاي صفحة بتلخص عندنا release وإيش الـ activities اللي ممكن تصير اللي هم هاي هم واحد دين ثلاثة أو الإيش الـ inhibition تمام تمام برضو نفس الشي عندنا هنا growth hormone releasing hormone بيطلع عندنا growth hormone وبالتالي growth hormone بيعطينا effect في عندنا growth hormone inhibiting hormones إحنا بنصنعهم أدوية تعمل عندنا inhibition لهاي pathway اللي هي أنه growth hormone releasing hormone يعمل السيميليش للgrowth hormone من هاي الأدوية الـ lanreotide والأكتريو تايد تمام تمام فهون هاي الأدوية إيش الـ lanreotide والأكتريو تايد هدول يباري عن إيش هدول يباري عن somatostatin analogs بيروحوا بيعملو لنا نفس الـ action تبع somatostatin وإيش بيعملو لنا inhibition لإيش للي أنه يطلع عنا growth hormone أما somatotropin لا somatotropin هذا بيعمل عنا activation للgrowth hormone releasing hormones تمام ركزو مش كلهم inhibitory بس هدول لتنين inhibitory هدول stimulation للgrowth hormone هلا هاد somatotropin كيف بيكون produced عن tarيق الـ re-combined DNA technology ok هلا هون بيحكينا إنو re-combined human growth hormone ناخده subketenus or intramascular peaking in 2-4 hours and present خلال 36 ساعة هلا لازم تعرفوا إنو re-combined hormone يلي إحنا بنصنعه هادا اللي هو growth hormone اللي بنصنعه هادا بيكون life health life تبعته بيضل في الجسم فترة أطول من growth hormone الطبيعي الجسمي growth hormone الطبيعي الجسمي يعني بيضل تقريبا نصف ساعة تمام وبعدين خلاص بيختفي الأثر تبعه يلي بيكمل الأثر تبعه هو IGF1 يلي بيطلع من الليفر تمام تمام فإنتو هزا بس اعرفوا هال المعلومة إنو endogenus high life تبعته من 25 لنصف ساعة في الليفر أما recombined اللي احنا بنعمله هادا بيكون ايش بيضل لمدة 36 ساعة الاكشن تبعه تمام او بيضل يعني بالجسم لمدة 36 ساعة هلا بالنسبة لل احنا لايش نستخدم ال اول اشي في عنا اعني ركز يعني أنا عملت فحص وتأكدت انه هادا عنده ال وقت هون اه ممكن اعطي ال ولكن لما يكون انا عندي واحد وبيحكي لي والله انا حاسس انه هرمون النمو عندي مش شغال تمام ما عم بطول ما عم مش عارفة ايش هل والله بدون مجرد ما حكالي هيك بدون ما اعمل تسب اعطي صعب لا لانه هو عنده زي ما حكيت لكم دياب دياب يعني ممكن يدخل للبايشنت انه يصير عنده ايش دايبيتز تمام حتى لو كان في عندي يعني بتردد لما اعطيه لانه هو بيخلي للبايشنت يصير عنده دايبيتز تمام فانتبهوا اني بعطي اما لما تكون وانا ما امرا تفحص وما تأكدت ما بعطيهم فمش اي واحد بقدر ياخد بكيف تمام برضو بقدر استخدمها في حالة لغرث فيلر مثلا عندهم قصر القامة اللي هو short suture mild adiposity and hypoglycine تمام يبقى لما يكون في عندي growth failure in children برضو الHIV patient with kexia والshort suture associated with other diseases and syndrome يبقى ايش هي therapeutic uses او انا لا ايش بستخدم لغرث hormones بستخدمها اذا كان في عندي growth hormone deficiency في الادلت وكانت confirmed عن طريق التست بعطي اذا مش confirmed ما بعطي برضو اذا كان في عندي growth failure in children بص برضو مش دايما وبرضو HIV patient with kexia وعننا short suture associated with other disease and syndrome فهوان بحكي لنا note that ان growth hormone administration to adult increase lean body mass bond density and skin thickness and decrease adipose tissues تمام فبالتالي هو anti aging hormone تتذكر ما حكيت لكم انه growth hormone بحطوه في بعض الكريمات او شغلات التجميل لانه عنده anti aging effect ليش لانه بزيد عننا lean body mass bond density skin thickness بقلل عننا adipose tissue تمام هاي النوت مهمة adverse effect of somatotripen include pain at the injection site edema arthralasia myelages nausea and increased risk of diabetes ليش لان growth hormone بيطلع عني lgf1 اللي هو insulin growth factor اللي هو بيعتبر دياب diabetogenic تمام طب كيف بيعمل عندنا diabetes صراحة الدكتور ما وضح بالظبط كيف بس اكيد رح ناخدها بس انا بحكي لكم حسب اللي قرأته انه هو اصلا شو بيعمل هو زي زي الانسولين لما يكون في عندنا زيادة في glucoz شو بيعمل بيخلي الخلايا تاخد هذا glucoz بس هذا الانسولين growth factor بزيد هاي العملية فايشي بزيد عن حد بقلب ضده فالخلايا بقل sensitivity تبعتها لل insulin growth factor هذا او insulin like growth factor فلما تقل sensitivity كأنه صار عندي resistant فبالتالي للglucoz بتبطل تاخد الخلايا فبتراكم في الدم تمام فبيصير عندنا diabetes هاي هي فكرته تمام فكرته اكثر رح توضح بالبعث بس انتو يعرفوا growth hormone بديد عندنا risk of diabetes تمام فبالتالي somatotropin هذا ما بنستخدمه في pediatric patient ركز pediatric patient ما بنستخدمه لما يكون closed epiphysis شو يعني closed epiphysis يعني خلص بما انه اصلا عنده closed وقف ما هو epiphysis هو اللي بيصير فيه ايش النمو اذا وقف epiphysis معناته خلص ما مستحيل يستجيب للgrowth hormone خلص صار طول العظم ثابت فبالتالي somatotropin اللي هو بيحفز عنا growth hormone release ما بيستخدمه في pediatric patient اللي عندهم closed epiphysis او patient اللي عندهم kretinopathy ليس لو انه بزيد عندنا risk of diabetes زي ما حكينا وبيزيد من خطورة diabetes او في obese patient with brother willie syndrome brother willie syndrome نحكي عنها بالبعثة زي زيكم بعرفش اشي عنها ومش حابة اشرح اشي انا ما بعرفه لما في brother willie syndrome نحن نحكي عنها وين في البعثة بس انتو اعرفوا ما بيستخدم growth hormones لما يكون patient اصلا عنده diabetes بالعائلة لانه اصلا ما بيستخدمه في obese patient with brother willie syndrome وما بيستخدمه في pediatric patient اللي عندهم closed epiphysis لانه ما رح يستجيب وخلص وقف epiphysis ال epiphysia لهذا اللي هو اصلا مسؤول عن نمو العظم وقف المدى تبعه وقف ما رح يستجيب اصلا growth hormones تمام فهونا احنا كنا بنحكي عن مين عن الصومato tropin او growth hormone releasing hormone و الافكت تبعه وين بنستخدمه وايش ال adverse افكت تبعته تمام تمام هلا بنني جي نحكي عن الصومato statin ركز statin inhibitory يعني بعمل عندنا growth hormone inhibited اوك هلا in the bitwitory somato statin bent to the receptors that suppress growth hormone and اه هلا هو هذا الصومato statin مش بعمل عندنا inhibition release of other things such as thyroid stimulating hormone على سبيل المثال هلا مين هي الادوية اللي هي شبيهة الصومato statin او الانالوج للصومato statin زي ما حكينا الاكش ريوتايد وال لانيريوتايد تمام هدول هما synthetic analogs of the somato statin with longer half lives تمام فبناخدهم every four weeks يبقى somato statin inhibitory لل growth hormone بمنع release of growth hormones and other hormones such as the dissimulating hormones ايش هي الادوية الانالوج يعني شو يعني الانالوج يعني رح تكون زي الصومato statin رح تعمل عنا انه بش لل growth hormone يلي هم الاكتريو تايد وال لانيريوتايد طب هدول بنستخدمهم every four weeks ليش لانه عندهم longer half lives طيب ايش بستخدمهم بستخدمهم في حالة الاكرو ميجالي in adults طبعا ايش هي الاكرو ميجالي بتلاقوا الاطراف تبعتهم ضخمة وجههم عضام وجههم بيكون كثير ضخمة ايديهم كثير ضخمة رجليهم كثير ضخمة هاي هي الاكرو ميجالي اكرو ميجالي يعني بتكون عندنا الميجالي او التضخم في الاطراف خصوصا هذا بيكون في الادلت تمام اما اذا كان واحد انولد اصلا عنده الgrowth hormone اكتيفتي تابعته زايدة عن اللزوم بيصير عنده جيجانيزم بكل جسمه تمام فبصير عنده تضخم تمام فالجيجانيزم هذا في الـ يبقى بستخدم الاكرو او اللي هم السوماتو ستتين انالوغز يلي بيعملون انهيبشن للغروث هورمون في حالات لما يصير عنده تضخم سواء كان اكرو ميجالي او كان جيجانيزم ركزه تمام تمام برضو بقدر استخدمه فيه الواثر بقدر استخدمه في حالة السفير دياريا والفلاشنج ايبسود او بقدر استخدمه هاي ركز عليها الدكتور اللي نستخدم الاكتشتريوتايد خصوصا انترافينيسلي في حالة تتذكروا هذا من اخذنا لما حكينا عن بجي اي انه من ضمن عن طريق الاكتشتريوتايد ايش بستخدم بستخدم الاكتريوتايد عشان هيك بحكي لكم ادرسوا بفهم ما تحفظوا حفظ تمام عشان تقدروا تتذكروا الدواء هادا بايش كنا نستخدمه الادفرس افكت للسوماتو الستن انالوغ يلي هما الاكتريوتايد او اللاندريوتايد يلي هما بريديكارزيا دياريا أبدو من البين فلوتنس نوزيا ان سياتوريا ممكن الدكتور يسأل عن الادفرس افكت هحفظوهم تمام برضو ممكن يعمل عنا اسمتماتيك كوليسترول جولستون كان اكير with long term تريتمنت جولستون تمام تمام هذا الجدول بيحفظ بيلخص لنا لجروث هورمون ريليزنج هورمون اللي هو السوماتو تربين يلي هو بيحفظ عنا لجروث هورمون اقرؤوهم الدكتور مش طالب الجدول بس انتو قرؤوهم عشان تفهموا وتربطوا معلوماتكم بالبعض والان السوماتوستاتين الاناليوكز اللي بيعملوا عنا انهي بش عن لجروث هورمون ريليز هم مدويين الاكتريوتايد واللانتريوتايد تمام تمام هلا منيجي نحكي عن حكينا عن وحكينا عن هلا منيجي نحكي عن القندراتروبين ريليزنج هورمون هذا القندراتروبين ريليزنج هورمون زي ما حكينا بيطلع من الهايبوثالمس بيروح ع البيتويتريك لاند تمام هلا لما يروح ع البيتويتريك لاند بيتحفظ انه يطلع عنا ال FSH بيطلع عنا ال LH اوكي هدول ال FSH وال LH لهم اكتر اشي بالريبرودكتر فنكشن تمام فمثلا ال LH ال LH في الميلز بيطلع عنا التستستيرون اما ال LH وال FSH في الفيميلز مثلا بيعملوا عنا ال Normal Evorian Function اوكي هادو بشكل عام انه القندراتروبين ريليزنج هورمون بيطلع من الهايبوثالمس لما يطلع من الهايبوثالمس يروح على البيتويتريك لاند بيحفظ نمو بيحفظ افراز ال LH وال FSH تمام تمام اللي هو انه بيكون اثنين متجوزين مثلا واحد منهم عنده مشكلة infertility فما بقدر يجيب ولاد تمام على سبيل المثال فبنعطيهم هاي الأدوية هلا رح نعرف ايش هي بالضبط الأدوية تمام هادول الشغلات اللي بيكتبين في الأصفر كثير ركز عليهم الدكتور تمام هاي عبارة عن هورمونات مفروض تطلع من المرة الحامل بالوضع الطبيعي مثلا عنا المينوتروبين المينوتروبين تمام المينوتروبين هاي عبارة عن ايش هومن مينوبوزل غوندو تروس او ال HMG او ال HMG او ابتيند او ال يورن او ال بوست مينوبوزل ومين ومين واند كونتيند بوث FSH and LH تمام يبقى المينوتروبين هادا بيكون ايش كونتين بوث FSH و LH عنا اليوروفوليتروبين هادا هادا جدا مهم ركز علي الدكتور هادا انا جبته من الكتاب بس الدكتور ما حكى عنه بس انا جبته من الكتاب يعني فاعرفو لانه الدكتور حكى معلومات من الكتاب انتم مطالبين فيها فاعرفو بس اللي ركز عليه جدا هو مين اليوروفيلوتروبين وحكى انه جاب عنه سؤال اليوروفيلوتروبين هادا FSH obtained ركزه FSH obtained from postmenopausal woman and is devoid of LH معناته هادا للفيميل هادا دوالفيميل زيحوظوه اليوروفيلوتروبين هادا دوالفيميل مستحيل يجي ليميل ووصف له اياه تمام تمام يبقى ركزه يوروفيلوتروبين FSH obtained from postmenopausal woman and is devoid of LH تمام في عنا برضو الفيلوتروبين alpha phylوتروبين beta human FSH product manufactured using recombined DNA technology يبقى الفيلوتروبين alpha phylوتروبين beta هادول يبارد برضو عن FSH product عن طريق ايش تمت صناعتهما عن طريق recombined DNA technology وعننا برضو human chronic gondotropin يلي هو HCG is a placental hormone that is excreted in the urine of the pregnant woman يبقى عنا human chronic gondotropin gondotropin هاد عبارة عن placental hormone بلائي بال uran of the pregnant woman اهم اتنين هو هذا وهذا تمام تمام بس كلهم اقرؤوهم بس اهم اتنين وركز عليهم الدكتور اللي هو HCG وال europhilotropin اوكي all these hormones are injected via IM or subketain والسروت زي ما حكينا الانيجكشن of HMG او اللي هو FSH product over a period of 5-2 12-day causes ovarian follicular regrowth and maturation تمام بعدين الانيجكشن of HCG اللي هو الهيوماني كوريوني gondotropin بعمل عنا ايش بصير عنا الوفيوليشن اللي هي الاباطة تمام يبقى هون عم نحكي احنا عن الهورمون اللي هي بتكون gondotropin تمام في عنا عدة انواع في عنا المنتو tropins في عنا اليروفيلوتropin واليروفيلوتropin واهم اشي تعرفوا انه هو FSH obtained هلا الـ FSH يعني شوين FSH اللي هو Folicular Stimulating Hormone تمام فهذا اللي هو دخل في الفيميلز اكتر فانتو حفظوا هذا هو الفيميل فاذا اجي السؤال ميل وفيه بن ضمن الخيارات هذا بستثني تمام في عنا فيلوتropin الفا وفيلوتropin بيتا برضو FSH بردكت بس هدول ايش مانوفاكتر بيتم صناعتها مطريقة ريكمبين دياني تيكنولوجي فالـ HMG أو اللي هو بيسمون منوتروبين أو الـ FSH بردكت زي مثلا اليورو فيلوتروبين أو الفيلوتروبين الفا وفيلوتروبين بيتا هدول نعطيهم لمدة 5 إلى 12 داي فبيسببون لأيش Ovarian Folicular Growth and Maturation تمام بعدين الـ HCG اللي هو Human Chorionic Gondotropin بيحفز عنا Ovalulation Ovalulation اللي هي عملية الإبيضاء الإباضة هلا إيش الـ Adverse Effect Ovarian Enlargement Possible Ovarian Hyper Stimulation Syndrome Which May be Life Threatening Multiple Breath Can O Care تمام لماذا Multiple Breath زي ما حكيت بيحفز عملية الإباضة هلا في حالة الـ Infertility تمام بيصير في عنا إيش بيصير عنا decrease في الـ LH أو الـ FSH الـ FSH مثلا عند الفيمين والـ LH على سبيل المثال عند المين أوكي فهدول لما يقل له ندخل في حالة Infertility ما بيقدر يجيب أطفال فبس تخدم الأدوية زي الميناتو تروبنز اليورو فيلو تروبنز مثلا هاي إذا جدتني مشتنا إجاني كيس نين متزوجين الميل فحص ما كان عنده مشكلة ولكن الفيميل كان عندها هذة مشكلة فبعطاها مثلا من بعض الأدوية اللي بعطيها إياها اليورو فيلو تروبن أو بصلا بعطيها الفيلو تروبن عندنا اللوتر تروبن هذا عندنا برضه الكوريو جندتروبن ألفا اللي هو الـ HCG هذة اللي بعطيهم في حالة كيس الـ Infertility فهاي الأدوية بده تخطر على بالي لما يكون عندي كيس Infertility بس بدي أفرق ميل وفي ميل ثيربي تاكيوزز برضو بقدر أستخدمهم للبروستيت كانسر اندو متريوزز اند بريكيوز بيوبيريتي اللي هو البيوبيريتي يلي قبل قوانو أتوقع هلأ في عندنا هاي الأدوية اللي هي الـ لبريولايت أنالوج هذا بيعمل لعننا سبريس لل-LH سيرج فبيعمل لعننا Treatment of Infertility تمام يبقى عندنا الليو بريولايت هذا عبارة عن أنالوج بيعمل لعننا سبريس لل-LH سيرج فبالتالي بنستخدمه لل-Treatment of Infertility عندنا الـ غوزيريلين هذا يبارة عن غونتروبن جريليزين هورمون أنالوج خصوصا بيحفز عننا ال-LH activity عندنا ال-Histriline برضو غونتروبن ريليزين هورمون أنالوج بيحفز عننا أنه يتم إفراز ال-LH وال-FSH عندنا النفريلين برضو غونتروبن ريليزين هورمون أنالوج بستخدمه نيزلي تمام أهم إيش تعرفوا أدوية ال-H ال-Infertility الشغلات اللي مستخدمها العلاج ال-Infertility تمام هلا مهم تعرفوا هاي المعلومة إنه أنا هاي الأدوية تمام اللي هي ال-Analog إذا استخدمتها لفترة طويلة أوكي بيصير عنا عكس ال-Effect فبيصير في عنا إيش انهبت لل-FSH وال-LH هلا بالوضع الطبيعي يسيبكم من ال-Contin بالوضع الطبيعي لما أستخدم analog مفروض إيش يعملولي يطلعولي ال-FSH وال-LH ولكن إذا استخدمت continuous use of analog بيصير عكس ال-Effect وبيعملوا انهبشا لل-FSH وال-LH تمام فليش هيك بيصير بيصير هيك لأنه مقاومة من الجسم أنا لما أظلني أعطي تذكر المؤخدنا بال-Generic Pharmacology لما أظلني أعطي Agonist لريسبتور معين الجسم رح يحكي هي مطولة معاه أنا بدي أعمل Down Regulation للريسبتور لما أعمل Down Regulation للريسبتور يعني كأن أنا عملت ال-Inhibit لل-Action of this analog فبالتالي إيش رح يصير في عندي فهيصير عندي Inhibition لإيش لإنتاج ال-FSH وال-LH هاي المعلومة جدا مهمة Continuous Administration of analogs يلي بيطلعو لل-FSH وال-LH يلي هو من هدول الأدوية تمام إيش بيصير في عندي بيعمل عندي Inhibition لل-FSH وال-LH هاي المعلومة جدا مهمة أي إشي بالأحمر أنا كاتبته مهم تمام الدكتور ركز علي هدول بنسبة لل-Agonist هلا بالنسبة لل-Antagonist عنا يلي بنتوه بحرف Lex هذا هدول بيعتبروا Antagonist بيعملوا Inhibition لل-LH Secretion in the Infertility Protocols هلا بالنسبة لل-Infertility كيف بالضبط بيعالجوا موضوع معقد جدا مش مطلوب منا إحنا المطلوب منا نعرف ال-Analogs وال-Antagonist ال-Antagonist اللي هم ال-Citrilex وال-Generalex تمام فهدول بشكل بدول بيكونوا Antagonist يعني بيقولوا Inhibition لل-LH Secretion in the Infertility Protocols مش مطلوب من البروتوكول بالضبط مهم نعرف الدرقز اللي بنستخدمها في علاج ال-Infertility هايها بهذا البوكس وبعدين نعرف ال-Agonist وإيش ال-Therioticuse تبعتهم وال-Antagonist اللي هم من ال-Citrilex وال-Generalex هلا هاي الصفحة جبتها من يوتيوب فيديو بيوضح عنا ال-Gondotropin-Releasing Hormone Agonist و-Antagonist هلا بالوضع الطبيعي ال-Gondotropin-Releasing Hormone بيطلع من ال-Hypothalamus بيمشي مع الخط الأزرق لعند ال-Gondotropin-Releasing Hormone في ال-Gondotropes اللي موجودة في ال-Anterior بتويتري بعدين بيحفز عنا ال-LH وال-FSH تمام هاضه بالوضع الطبيعي هلا في عنا ال-Agonist اللي هم مين القسوريلين هستريلين ليوبيتريلين أنليفرالين تلاحظوا انهم اغلبهم من تهو بلين هدولا بيحفزو ل-Gondotropin-Releasing هون مو ال-Receptor فبيطلعو لل-LH وال-FSH ولكن ال-Continuous تمام ركزوا كلمة بيعمل عنا عكس ال-Effect وبيعمل عنا بلوك فبيصيروا يقلوا تمام تمام ال-Antagonist اللي بنتوه بلكس تمام هدول ال-Antagonist لل-Growth hormone فهاي الصفحة بتلخص عنها اللي حكينا إذا شفتوا أدوية غريبة ما عليكم انتوا ركزوا بالسلايدات بس هي لا موجودة يعني هاي الأدوية بس هون بس ضايفين كم من دويا احنا لدينا ال-Strolex وال-Trolex هاستا Side Effect بالنسبة للومن ال-GNRH Analogs اللي هو Gondotrophs Releasing Hormones Analogs اللي بيحفزوه May cause Hot Flush and Sweating Diminished Libido Depression and Ovarian Thest تمام بالنسبة للمن Initially cause Rise in the testosterone that can result in Pondmen تمام بيبقى ال-Analogs بال-Mens بسبب عنا Rise in the testosterone فبسبب عنا Pondben برضو بيعمل عنا Hot Flush Edema Gencomastia and Diminished Libido Bay also Okay تقريبا متشابهين بس عند المن بيزر في عنا زيادة Testosterone High Side Effect of the-Gondotrophs Releasing Hormones جدا مهمين تمام هلا بالنسبة لل-Gondotrophs Releasing Hormones هدو Contraindicated Wain in the pregnancy and the breast feeding علوم مهمة برضو خلصنا ال-Gondotrophs Releasing Hormones حكينا إيش الأدوية بنستخدمها ركزو مشان الله الأدوية بال-Infertility جدا مهمة وركزو لل-Females وال-Meds وبعدين اعرفوا التربية تكيوز لهم ال-Analogs بنستخدمهم مثلا ال-Prostate Cancer Endometriosis Pre-Catious Puberty أما بالنسبة لل-Antagones اللي هما Stetrolex والGeneralex هدو ال-Antagones بيعملوا إنه Inhibit لل-LH Secretion in the Infanturity Protocols تمام واعرفوا Side Effect بالنسبة لل-Mens بالنسبة لل-Womens تمام هلا بنيجي نحكي عن ال-Prolactin تمام ال-Prolactin هذا عبارة عن Biptoid Hormone Secreted برضو عن طريق ال-Anterior بتويتري Its primary function is to stimulate and maintain lactation In addition هو بيقلل عندنا sexual derived and the reproduction function أو reproductive function تمام مهم تعرفوا إنه بطلع ال-Anterior بتويتري وإيش المهام تبعته Regulation via TRH and the dopamine أما Secretion تبع ال-Prolactin إذا انهبتت عن طريق dopamine acting receptors فإذا بالتالي واحد عم بياخد dopamine receptor agonist يعني بيحفزه للدوبامين إيش رح رح نرح نرح يعمل لنا inhibition of the prolactin أما لو باخد dopamine antagonist يعني عم بقلل الدوبامين فشو بيصير يعني بحالة الدوبامين antagonist شو عم بيصير عندي الدوبامين بيقل لما يقل الدوبامين بيزيد البرولactin بالتالي الدوبامين والبرولactin دايما عكس بعض هلا الدوبامين agonist يلي هم مثلا عندنا البرومو krypton and capricolin هدول الدوبامين agonist يعني هم بيحط طلعوا للدوبامين طب لما يطلعوا للدوبامين شو بيصير رح يعملون لي الهيبش للبرولactin هدول إيش بنستخدمهم بنستخدمهم عشان أعالج الهايبر برولكتين يمي لما يزيد في عندنا البرولكتين عشان أعالج بيستخدم دوبامين agonist لأنه بالعائد رح يزيد الدوبامين فرح يقل لعنا البرولكتين فهذا الهايبر برولكتين بيكون associative the glycler and hypogundism وبرضر بتستخدم في البيتويتري micro adenomas هلا بالنسبة للبروم krypton اللي هو عبارة عن دوبامين agonist is also indicated for the treatment of the type 2 diabetes هاي المعلومات اللي هيك بتكون ركزوا عليها تمام بيحبها الدكتور وبرضه ممكن يجينا كيس واحد عندها hyper سوري مش واحد واحدة عندها hyper prolektinemia تمام فشو بعطيها بعطيها دوبامين agonist عشان أقل البرولكتين على سبيل المثال تمام فاربطوا المواضيع ببعض لا تحفظوا بدون ربط حطوا كيس بباركم وانتوا بتدرسوا تمام قرر بلو نخلص هانت آه توقع خلصنا هلا هدول هلا اوش الادبرس افكت نوزيا هيدك اندلس فريقونتي سايكوسيز هادا بالنسبة للدمامين ريسبتور ايش agonist هلا بالنسبة لهاي الشغلات هذي هون هاي تلاخيص الدكتور حاطتها تمام هاي انتوا بتقدر تقرؤوها بس هو مش طالبها منكم تمام فهاي مش مطلوبة منكم زي ما حكت لكم كل اشي كان مكتوب هده من الكتاب فعليا وما في اشي زيادة لا مني ولا من اي مكان تاني غير بس صور بتوضح الفهم بتوضح الفهم بتصور بتوضح للفهم آه وكلام دكتور هلا هون هاي الصورة حطتها عشان ارخص لكم عشان تحفظوا الهورمون سبت الانتيري بتويتري بفلات بيك تمام وانتوا هاي مكتوب عندكم الاختصارات وبتعرفوا تقرؤوهم وتحفظوهم هلا بالنسبة لها هون بحكي لك which drug is beneficial in the treatment of the patient with acromegaly حكينا l-acromegaly يعني فيه عنده تضخم في الاطراف معناته بيكون عنده الgrowth هورمون عالي طب انا بدي اقل الgrowth هورمون شو بستخدم هل بستخدم الكوزينتروبين لا هاضه حكينا داياقنوستنك مع l-ac-th مش هاده الانورتري الاني الانريوتايت صح اكسيتوسي اكسيتوسين هاده ريسا رح نحكي عنه سوماتوتروبين لا السوماتوتروبين لانه بيزيد عنا الgrowth هورمون فما بستخدمه تمام which agent is used in the infertility treatment to mimic the action of luteinizing هورمون and simulate the ebullition بحكينا ايش بعمل بعمل عنا simulate او mimic l-effect of luteinizing هورمون هل هو استنترولكس لا استنترولكس حكينا بعمل عنا antagonist مش agonist ال corinilex برضو antagonist ال leopryolide وعنا الكوريوجينك الكوريوجونادو تروفن الف ولا leopryolide هيكون الجواب بي تمام وبس والله يعطيكم الف عافية